أهلا بحضراتكم من جديد طبعا المباريات اليوم النهاردة في مجموعة من المباريات النهاردة يوم حافل بالمباريات المحلية والإفريقية وأيضا المباريات في الدوريات الأوروبية نبدأ مع بعض المباريات الدوري المصري منذ قليل انتهت مباراة وادي دجلة مع غزل المحلة بخصارة وادي دجلة أمام المحلة 0-1 طبعا نتيجة فيها يعني مفاجأة كبيرة جدا المحلة قدر يكسب دجلة بهدف مقابل لشيء الزمالك والاتحاد السكنديري إن شاء الله النهاردة الساعة 7 ونصف في ختام مباريات الدوري المصري لكن مباريات كأس العالم للأندية منذ قليلة بدأت مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ما بين أولسان هونداي الكوري أمام نادي الدحيل والساعة 8 المواجهة الأولى في مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية التي ستجمع بين بالمراس البرازيلي مع تجريس أونال بطل المكسيك لكن مباريات الدوريات الأوروبية الدوري الإنجليزي النهاردة كانت في مباراة الساعة 2 انطلقت وانتهت منذ لحظات توتنهام قدر يفوز على وست بروميش 2-0 وفي هذه اللحظات الشوت الثاني من مباراة ويلفر هامبتون مع لستر سيتي ومازالت النتيجة التعادل السلبي 6.5 ليفربول هيلعب مع منشاستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي النهاردة نتمنى فيها التوفيل لمحمد صلاح 9.4 مباراة شيفلد يونيتد أمام تشيلسي مباراة الدوري الأسباني الساعة 3 أقيمت مباراة بين ريال سوسيداد مع قادش وانتهت بفوز ريال سوسيداد 4-1 الساعة 5-4 أتلتكو بالباوة هيلعب مع فلانسيا الساعة 7.5 أساسونة هيلعب مع إبار الساعة العاشرة مساء في ختام الصهرة ريال بيتيس في مواجهة مع برشلونة الدوري الإيطالي وقوة مباراة الدوري الإيطالي النهاردة كانت فيه مباراة 1.5 مبين بين فينتو مع سامبيدوريا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 الساعة 4 أقيمت مباراتين أودونيزي مع هيلس فيرونا ومازالت النتيجة التعادل السلبي وميلان بيلعب مع كروتوني وميلان متقدم بهدف مقابل لاشي الساعة 7 بارما بيلعب مع بلونيا والساعة 10 إلا روبا لاتسيو هيلعب مع كالياري طبعا دي النهاردة مجموعة من المباراة بتأكيد يوم حافل لكن طبعا قمة المباراة النهاردة ليفربول مع منشستر سيتي